اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ان تعددية وتنوع النسيج الاجتماعي البحريني وتماسكه كانت ولازلت مصدرا تستمد منه القوة مشيرا الى ان رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه هي مصدر الالهام للنهج الحضاري العريق الذي انتهجته مملكة البحرين لترسيخ قيم التعايش والحريات الدينية جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الخليفة رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وفضيلة الشيخ عبد المحسن العصور نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الامن العام والسيد يوسف بن صالح الصالح رئيس الاوقاف الجعفرية وعدد من كبار المسؤولين وذلك بمناسبة ختام موسم احياء ذكرى عاشرة حيث اشهد سموه بالادوار الفاعلة التي طلعت بها مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها منوها سموه بروح الفريق الواحد التي تجلت بوضوح خلال موسم احياء ذكرى عاشرة والتي تعكس المسؤولية الوطنية التي يتمتع بها كفة اعضاء فريق البحرين باختلاف ادوارهم موربا سموه عن شكره للمؤسسات والاجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومجلس الاوقاف الجعفرية والعلماء والمشايخ الافاضل ورؤساء المآتم واللجان المشرفة وفرق العمل الميدانية من المتطوعين لجهودهم المبذولة لضمان ممارسة الشعائر باعلى قدر من الحرية والنظام من جانبهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وامتنانهم لصاحب السموه الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص ومتابعة مستمرة لضمان تسخير كافة السبل لإنجاح موسم احياء ذكرى عاشرة ترجمة نانسي قنقر